طيب أم محمد بتقول إيه؟ بتقول إن هي بتصلي وهي كان عندها غضروب بتصلي وقعدة وحد بقولها بكده أحساس كده أن الصلاة مش نافع لا يا بنتي طال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طالما أنت مش قادرة تصلي وانت وقفة صلي وانت قعدة صلي حتى المريض اللي يصلي هو نايم فدي ما فيش مشاكل وابعد الوساوس ده عنك أما إنك كل ما يحصل حاجة أو بتخبير بحاجة بتحصل دي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا لما فيه الخير أيها الأخوة الكرام صلة الأرحام أو بر الوالدين الوالدين هم أحق الناس بالصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك فطبعا لماذا؟ لأن أمك تعبت وانت ما شفتش ومش فاكر تعبها لكن انت فاكر أبوك وروح الشغل وجايب الشغل وبسافر وجيب فلوس عشان كده ممكن أن أنت ايه؟ تتعب